السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سألتك عن طريقة تشغيل مقاطع الفيديو على هواتف سامسونج باستخدام المشغل الافتراضي القديم كمثال عشان تكون الصورة أوضح لو جربنا نشغل مثلا هذا الفيديو تلاحظ دائما أنه بعطيني الفيديو أول ما يشتغل بعطيني الصوت مكتوم زائد كمان أنه ما بيعطيني السلايدر اللي بإمكاني أتحكم في الفيديو في عملية التقديم والترجيع والآن رح أفرجيكم طريقة تشغيل مقاطع الفيديو باستخدام مشغل الفيديو الافتراضي في البداية رح نطلع على الشاشة الرئيسية خارج التطبيق بعد ذلك رح نتوجه مباشرة لتطبيق الستيديو أو تطبيق الجالري الخاص في سامسونج عن طريق الثلاث نقاط اللي موجودة تحت بنضغط عليها ومنتوجه مباشرة لخيار الضبط ومنزل لأسفل الشاشة تحت بنروح على خيار حول الاستوديو والآن أخواني بدك تركز معي كثير في هذه الخطوة لاحظ عندي تحت كلمة الاستوديو في عندي الإصدار ثلاثة واحد خمسة ثمانية رح نضغط عليها ضغطات مستمرة بشكل سريع بتلاحظ انه بطلع عندي أسفل الشاشة طبعا ما بنقصد ولا لازم تطلع عندي لحالها بجرد ما طلعت معي هذه الرسالة رح نرجع على الإعدادات الخاصة في الجلاري بتلاحظ في عندي خيار اسمه جلاري لاب ظهر أسفل خيار اتصل بنا بنضغط على الجلاري لابز بعدين في عنا الخيار الرابع اللي هو الفيلم ستريب ان فيور بنلغي تفعيل هذا الخيار بعدين بنعمل خروج من خارج تطبيق الاستوديو بالكامل بإمكانك الآن ترجع على تطبيق الاستوديو وتروح وتجرب تشغل أي فيديو موجود عندك بتضغط على تشغيل بتلاحظ انه ظهر عندي السلايدر بإمكاني أتحكم بالفيديو وكمان بإمكاني أتحكم في الإضاءة عن طريق أطراف الشاشة والجانب الأيمن بإمكاني كمان أتحكم في رفع وخفض الصوت على الفيديو في أمان الله اشتركوا في القناة